من الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرح المرسلين نواصل شابتر 1 شوف المقطع الخامس شوفيه الكوندكشن 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 the transform of energy from more energetic particle to the adjacent less energetic one يعني هو انتقال الانرجي من عندك 2 particles هذي لها هذي more energetic وهذي لسه انرجي لما تنتقل الانرجي من هذي الى هذي فهذا هو الكوندكشن لكن هذي تنجم عن ايش تنجم عن الانتر اكشن between the particles والتفاعل فيما بين هذو الـ 2 particles سواء كانوا كوليجين او اي نوع فهو الانرجي اللي تطلع منه هي اللي تكون سميها الكوندكشن في الـ gases and liquids الكوندكشن ينجم عن ايش ينجم عن الكليجين الكليجين اللي هو تصادم ما بينهش ما بين الموليكيولز الجول ينجم كثير random motion تكون هذي الموليكيولز تبع الـ liquid او الـ gas تكون في حركة عشوية التصادم فيما بينها او الـ diffusion فيما بينها او الانتشار فيما بينها هو اللي ينتج عنه الكوندكشن اما في حالة الـ solids فهو ينتج عن مركبة ما بين الـ vibration of these molecules والـ energy transported by free electrons بحالة المعادن مثلا الـ electrons الموجودة داخلها الـ energy transported مع الـ vibration تبعها هو اللي ينتج عنه الكوندكشن هلو بدر نشوف rate of heat conduction through the plane wall plane layer plane layer هذي plane layer السماكة تبعه delta x المساحة السطحة تبعه A درجة الحرارة هنا T1 T2 كمية الحرارة المنتقلة والrate of heat conduction هذي قال لك ايش تساوي قال لك انها تتناسب تتناسب طرديا rate of heat conduction تتناسب طرديا مع الفرق في درجة الحرارة الفرق في درجة الحرارة الفرق في درجة الحرارة ما بين T1 و T2 تتناسب طرديا كمان مع الـ heat transfer area مع هذه المساحة الموجودة عندنا هنا اللي هي الـ area لكنه يتناسب inversely proportional to the thickness of the thickness of the layer to the thickness of the layer اللي هي delta x thickness delta x يتناسب معها طرديا إذن نترجم هذا الكلام نترجم هذا الكلام الـ rate T1 لكن أنا هنا كانت عندي T1 minus T2 إذن طلعت عندي الإشارة السالبة هذه هنا لما delta x هذه go to zero ساعتها بدل ما نحط هنا delta نحط هنا DT يعني المشتقد DT على مشتقد X بنسبة لـ x هذا القانون نسميه Fourier law of heat conduction نحن قلنا أنه الكيه هذه سميناها ثابت لكنه هنا في الـ heat transfer يسمى thermal conductivity , اللي يقيس قابلية المتيريال لنقل الحرارة عن طريق الـ conduction مثلا عندك هذا الـ wall هنا بواحد متر هنا وواحد متر لاحظ الكبر إيش الكيت تبعه تساوي 401 أما السيليكون فـ 148 إذن إيش ما هو متساوي بالنسبة لكل المتيريال كل المتيريال اللي هكذا ثابتها delta t over delta x هي a slope of the temperature curve هنا Tx diagram إذا مثلت هنا عندي الـ x وهنا عندي t فالslope تبع هذا هو slope heat is conducted in the direction of decreasing temperature دائما الجهة اللي تنقص فيها درجة الحرارة اللي هي جهة الكيو هذه هي هي اللي تكون فيها تجاه الـ conduction the temperature gradient become negative when the temperature decreases with increasing x اللي هي في هذه الحالة temperature decrease في هذه الناحية والx increase في هذه الناحية الـ x تأخذ الـ x من هنا هذا هو تجاه الـ x إذن تكون temperature gradient become negative temperature gradient الاشارة السالبة هذه the negative sign هنا إيش تعني in the equation ensure that heat transfer in the positive direction in the في هذا الاتجاه in the positive direction of x is a positive يعني إنه هاد الكمية كلها هاد منها موجب باقي علينا نعرف هش الـ a service area هذا service area قد انها represent the area normal to the direction of heat transfer اللي هي المساحة العمودية على اتجاه انتقال الحرارة لاحظ ان احنا كانت عندنا الـ هنا كانت عندنا هي delta x إذن الـ area تساوي عرض هذا مضروف الارتفاع التبع الـ wall اللي كان عندنا الجدار اللي كان عندنا إذن نوت ذات قال لاحظ هنا انه thickness انها لا تؤثر على الـ area لانه الـ area هي مساحة هذا السطح والثيكنس هي سماكة بقد هذا الجدار يما مرتبط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته